السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحية الإسلام إني أحبكم لله إني أحبكم لله أي قربي المحبات خصفحاتنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين نحن نضرب سفلناد ليس خر سيد البرجي سنتمقل هذه نعمة الله والله يا إتماب لن نعم نصدر بي سنت ربي ما يدسي قدرتي بحكمتي إسكال آلتات إسخر أما ولو وإنسخر بي ينقشت ترى تسفل ورسلت زراتيان ولا كسفلت ينو لا تسفلتين نوري داخسك اللي ستنتك ولكن هذا فضل الله هذا فضل الله تعالى الحبد لله وكان غساد رادونين ساولاغ بعض من التعليقات ريال الفيديو سكر تفرجني ديس رجل الذي أساءت لهم رأته الفيديوات كل التعليقات ننسوا وشكنتيد يا شيخ لماذا فور سورت لماذا لم تتكلم العربية بجاب من التعليق مزف يصرون لماذا لم تتكلم العربية نحبها تسول تعرفت يا فقير بشان السن ما تتنت ولكن ريغسادة دا سنين واشبع لنشكنت تعليق مش جانري يسقساي التنيا ودي عليش هوا تسول تعرفتك كيف همنا يا الجمهوري قوتناتي منش جان السن تعرفتش الحي اتباه لي اسم بشت فتو الرسالة تلكمية العدد هي مسلم ولكن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نكي والله إني أحب لغة العربية هي لغة أهل الجنة لغة العربية لغة أهل الجنة لغة الذي تكلم بها آدم عندما خلقه هي لغة العربية أنتقى الحمد لله أول كلمة نتقى بآدم عندما خلقه الله نتقى بألحمد لله واللغة العربية لها ساح يعني محيطات مدهز اللغة يضنينة مش بحل اللغة يضنينة اللغة العربية بحر لا ساحل لا بحر بعض دول أجنابية سفلدغ يعني أرشي في التاريخ نتقى بحراء اللغة العربية اللغة العربية لغة القرآن ونحب لغة القرآن لغة العربية أرشي في التاريخ دول الغربية أرشي في التاريخ لأننا لا تشكية التاريخ ينزل زمان كل اللغة لا يبقى إلا لغة العربية الحمد لله كلمة الحمد أرشي في التاريخ أرشي في التاريخ أنا لما أدرس لغة العربية وغريغ ما تعلمش عن الفقيه ولا عندي أستاذ لكلامة العربية وغريغ 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 ومشيتك نهار الجمعة أنا لغة العربية لغة العربية الفقيه أن نتصنطي أن نتصنطي فإن يتصنطي ورغو اللغة العربية عزارة قال العرب والسطن النحول على العرب تبني وعشي في تصنطي فإن تصنطي تبعت ومن تبني فإن تبع يعشي في القرآن سعي سيدي غردريسي الخطباري التخطاب الفقهاء كات صنة الكمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تدخلون الجنة إلا من أبع كلكم تدخلون الجنة إلا من أبع الفقهاء ما شبح له كله قال قال كلكم تدخلون قال رسول الله كلكم تدخلون الجنة إلا أبي كلمة أبع جعلها أبي واتصدمت من اللي سمعت هادله هدرا هادله حديث فقيت كان بحد واش كينش حديث كلكم تدخلون الجنة إلا أبي القتاب أنه هو الفقهاء اللي غلط باش يقول كلكم تدخلون الجنة إلا من أبع قال هو كلكم تدخلون الجنة إلا أبي لأن اللغة العربية ما شبحة واحد هذه اللي تعلمها واحد في السنقة أو اللي تعلمها في القوى أو اللي تعلمها في الشارع أو اللي تعلمها في الخدمة دياله أو اللي في الوزين يجي تحدث بها لغة العربية لها منظوم ديالها لها يعني الوقوفة ديالها لها السنقة تقدرسها ما شي غار تسمعها السنقة تعلمها تعلم اللي عرب ديالها النحو ديالها أنا ضعيف أرتمع ما قررت في الجامعة بإزاي في قررت ديال باركة ديال القرآن ما قررت في السكويلاء ما قررت في الشهادة ما عندي الدوز يماني ولا كطر يماني إنما كنت كان رعا الغنام وكان مشي للجامعة أو لا بعض المرات شي أملي كنت صغير كان مشي للخدم في الغرب ما قررت حتى اللغة العربية أكتر هي أكتر كنت بسكري كانت تصنط لي دعاء لندن كان عن الواليد واحد الراديو كبير فليبس ذاك اللي يعضاء كان جيل ديال الإدعاء كانت تعلمته شوية هذي متتعلمت شوية الفصحة وبعض المرات كان سولع شي شي مصطلحات إلي يومي ناد ما فهمت في العربية كان سمع اللغة المستلحات كان سمع المصطلحات خلصين نقل بشي واحد يشرحها مليا بشي لحاولها بالدريجة أو بالعربية بالدريجة إذا هذي شي اللي جعلني جاتني تقيلة في اللسان بغيت أنا بغيت لكن واحد المرة بغيت نديل واحد القناة العربية ونقيت القناة العمزيغية ولكن القتراسي ما نشطتش حاولت حاولت لأنه سنخطع سنقاعد غير الموني الناس لماذا تعوج الكلمات هي مشت لهوك ودرك لهوك إلا ما عرفت الوحد تقول الله أعلم الله أعلم الإنسان اللي ما عرفش يقول أنا ما كان عرفش ما خشي قل إنسانا كان عرف ويتلاح لهو حد الحاجة أنا رهد الميدان كانت تعلم بها العربية لو كان القدشي واحد يعلمني اللغة العربية إليه ومنادها سوف نعطيها من الصنار ندرسها ولا ساعتين ولا ثلثوية نعلمها للمصطلحات والكلمات ولكن ما شاء الله هذا هو السبب دوك الناس اللي كتبين التعليقات لماذا لا شيخ لا تتكلم بالعربية اسمحوني اللغة العربية كتجي تقلالية في اللسن لأنه لماذا هذه واحد القضية باش نقولها لك نحن في البلاد هنا ديمة ديناعة بشلحة من الصباح تل عشية حتى إلا بغيتي تهضر بالعربية كتكنت مخلطة بشلحة بحال دوك الناس اللي متقفين دابها في الفرنسية اللي قرواه في فرنسا وقرواه في الغرب بعض المرات تقول لي هضر ليها بالعربية كي يخلط لك العربية أو الفرنسية بعض المرات شيء اجداد هو منتقب بالفرنسا ومنلي تقول لي كي يبهضيها اش كي يقول كلمة عربية كلمة فرنسية إذا ما خرجاش يتكلم بالعربية النشان ولا يتكلم بالفرنسية النشان خفت نوصل بحالوكوك نتكلم بكلمة شلحة وكلمة عربية هي والو هي الفقيرة ما قرأ والو إذا هدا هو السبب سمحوا لي إلا ما زال تعلمت العربية إن شاء الله ولقيت شيء واحد يعلم لي العربية الفصحة ولا لبعض المصطلحات ما كان فهمش غان دير الفيديوهات والعربية بهذه القصص اللي كان هضرب شلحابة أمازيغية أما الحمد لله كلنا في الجنة سندخل الجنة بفضل لا إله إلا الله محمد ناصر الله بحال شلح بحال أمازيغ لا فرق بين عربين ولا عجم إلا بالتقوى هدي هاد كونها في رسكم دير هاد بودنك يتغو قون خي ولا شلحي يميل جنت هل لي لغيش كشمر بتبارك وتعالى لدي زنز واتجيب لا لا إله إلا الله محمد رسول الله سندخل الجنة وستكون لغتنا هي لغة القرآن يا رب يا رب يجمع شملنا ووحد صفوفنا وأعلي كلمة المسلمين اللهم أعلي كلمة المسلمين اللهم يا رب يجمع المغرب أحفظه وأحفظ بلاد المسلمين أجمعين اللهم أحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ شعبنا المغرب اللهم انصر ملكنا واحفظه يا رب يا رب انصر ملكنا واحفظه يا رب الحكومة الله يعانها شي الناس في الخارج الحمد لله بهذه الخيط اللي لقنا معهم آلات الكولومتات أميال البحار كي تصمت لنا وكي نسمع لهم اللهم احفظهم بحفظك اللهم معنهم بعنايتك اللهم بارك لهم في أولادهم أصحب الجالية المسلمة في الخارج الجالية العربية كلها والله إلا رجال 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 اعطوا للإسلام وعطوا للعروبية اعطوا طاريخ فروب أخلاق تقافة أداب كل شي كي ينتمع بفضلي بفضلي الله وذي كنا سلكين في ربا اللهم احفظهم اللهم سلم يا رب احفظهم بحفظك وسلم عليهم يا رب احنا كنسلم عليهم والله يلقينا في جنة الفردوسة آمين وإلا وصلك هذا الفيديو فارتاجي الله يجزيك بخير احفظهم بحفظه 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 ب